تتصاعد لغة التهديد والوعيد بين الولايات المتحدة وإيران تارة وتتراجع تارة أخرى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يراوح بين التصعيد والتهديئة ويشير إلى أنه لا يسعى إلى حرب مع إيران ويبقي باب الحوار مفتوحا رغم رسائل التهديئة النسبية يشدد ترامب على أن واشنطن لن تتراجع عن الخيار العسكري المطروع على الطاولة ويحذر من أنه إن نشبت حرب فستؤدي إلى إبادة ودمار لا مثيل له تحذيرات تأتي بعد إعلان ترامب وقف عملية عسكرية كانت وشيكة ضد إيران سنرى كيف سيكون الوضع مع إيران يقول الجميع أني أحب الحرب والآن يقولون أني لا أحبها لست هذا ولا ذاك أنا رجل عقلاني وهذا ما نحتاجه في الولايات المتحدة لم يعجبني إسقاطهم لطائرة مسيرة لا تقل أحدا ثم نتسبب في قتل 150 شخصا نمضي قدما في فرض مزيد من العقوبات على إيران وكما تعرفون العقوبات على إيران قوية جدا وصارمة تصريحات تتزامن مع تشديد طهران للهجتها مهددة باستهداف المصالح الأمريكية إذا أقدمت واشنطن على أي هجوم ضدها فقد صرح المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة للقوات الإيرانية بأن إطلاق رصاصة واحدة باتجاه إيران سيشعر مصالح أمريكا وحلفائها على حد تعبيره تستمر إيران إذن في التصعيد قائلة إن الوضع الإقليمي اليوم لصالحها ويطلق قائد القوى الجوية في الحرس الثوري الإيراني وعيدا آخرا بتعامل قاس إن كررت الولايات المتحدة اختراق الأجواء الإيرانية في إشارة إلى إسقاط الطائرة الأمريكية من دون طيار في وقت سابق لهجة وعيد متزايدة من إيران أثارت تساؤلات عدة بشأن ما إذا كان تمسك واشنطن بالحوار مع طهران قد حفز الإيرانيين على مزيد من التصعيد وبينما تواصل واشنطن وطهران تبادل الرسائل وحشد التحالفات تبرز مساعي ديبلوماسية للخروج من هذه الأزمة أزمة دخلت على خطها جهات عدة ألمانيا حثت على ضرورة التوصل إلى حل سياسي وناشدت المجتمع الدولي التعاون لإنهاء التوتر لما له من تداعيات سلبية على أمن المنطقة على خط الموازن قررت بريطانيا إرسال وزيرها لشؤون الشرق الأوسط إلى طهران للتعبير عن المخاوف إزاء سلوكها في المنطقة وتهديداتها بعدم الالتزام بالاستفاق النووي بحث عن حلول سياسية يترافق مع زيارة المبعوث الأمريكي لإيران براين هوك لدول المنطقة لمناقشة الملف الإيراني ودوره في تقويد أمن المنطقة ترجمة نانسي قنقر